السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي برنامج بنت البلد وحلقة جديدة وموسم جديد وأيام جميلة وشهور فاضلة وعظيمة وفي البداية أنا معلش هبدأ الحلقة باستغاثة بسيطة جدا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأول بهانيه طبعا بمناسبة الأيام الجميلة اللي احنا فيها وذكرى الإسراء والمعراج طبعا في البداية خالص وكعادتي ما بعرفش إن أنا قضايا حاجة أحس إنها ممكن تفيد الناس أو تفيد البلد وبما إني بنت البلد فلازم إن أنا يعني أكون جانب الناس ودي طبيعة وطبيعة شغلي فأنا النهاردة بوجه بس استغاثة ورسالة من والد حسام فكري ابن بلطيم ابن البرولوس ابن محافظة كفر الشيخ حسام كان مفروض من ستة شهور كان مفروض عريس وطبعا اتأجل الفرح بتاعه بسبب شوية التعب وطبعا دخل في مشاكل كتير قوي مشاكل صحية كتير جدا لحد ما فقد عين من عينيه وطبعا للأسف تم استقصال العين والعين التانية مهددة بنفس الحاجة مهددة إنها تستقصر وطبعا إحنا على أمل في الأب الإنسان السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الفاضلة قائدة الجيش الأبيض الدكتورة هالة زايد إنهم يتبنوا حالة حسام ده رجاء من أهل بلطيم ومن أهل مصر ومن الدنيا كلها حسام ابننا كلنا وإحنا عايزين نقف جنبه مش طالبين أكتر من كده حسام النهاردة في معهد ناصر وحالته صعبة جدا وحالته خطيرة قوي وكل اللي إحنا بنتمهنا عايزين ننقذ ما يمكن